برز من خلال هذه العلوم والمعارف تعايشهم مع الكون من حولهم بمختلف عناصره كما اهتموا بمراقبة الظواهر الجوية ومعرفة مواقع طلوع النجوم وغروبها فأصبحت لديهم دراية تامة بالتقويمين القمري والشمسي وتحديد المواسم والأعياد ومواعيد تجارتهم وأسفارهم حفزت العرب ضروراتهم الحياتية إلى جانب تنقلاتهم في الرعي على الاهتمام بالنجوم بغية الاسترشاد بها في الصحراء لتحديد اتجاهات سيرهم في الطرقات والمسالك كما كانت طبيعة حياتهم في الخلاء وجلوسهم للسمر والحكي والشعر أمام خيامهم الليلة والليلة قد دفعتهم إلى إمعان النظر في النجوم والكواكب واختيار أسماء خاصة لها كالشعر والثورية وغيرها أما فيما يسمى بالأنواء ومهاب الرياح بمعنى الأنواء أي علم الظواهر الجوية من سحب وحر وبرد وما يتعلق بالمطر والرياح كانوا ينسبون الظواهر المذكورة إلى طلوع الكواكب أو غروبها ولذلك كان علم الأنواء فرعا من علم النجوم وكانوا يسمون طلوع المنزلة أي نوءها أي نهوضها وسموا تأثير الطلوع بارحا وتأثير السقوط نوءا أما في جانب الطب وبفعل الملاحظة والتجارب الحياة أصبحت لديهم معارف طبية وكانوا يداون مرضاهم في السابق بالكي والحجامة والعسل ثم استعمل العرب العقاقير التي كانوا يستخرجونها من النبات ونتاج الحيوان وعرف الحارث بن كلدة الثقافي بطبيب العرب أما في جانب الفراسة وهو من أقدم العلوم التي عرفها الإنسان استخدم العرب أنواعا من الفراسة كالعيافة أو فراسة الأثر فتتبع العربي آثار السير على الأرض هل هو أثر لإنسان أم لحيوان وما طوله ووزنه وعمره وجنسه وصحته ويستطيع صاحب الفراسة التفريق بين أقدام الرجال والنساء وأقدام الشيوخ والشباب